في تصريحات لمستشار وزير النفط الإيراني مؤيد حسيني صدر أوضح من خلالها بأن العقوبة الأمريكية المتوقعة على قطاع الطاقة الإيراني لا يمكن أن توقف مبيعات بلاده من الخام في ضوء الطلب المرتفع والمعروض المنخفط في السوق وأضاف بأن واشنطن لن تستطيع تصفير الصادرات الإيرانية نظرا لعدم استطاعة المنتجين الآخرين إحلال محل النفط الإيراني ويتزامن ذلك مع ضغط من قبل واشنطن على حلفائها لوقف استيراد النفط الإيراني مع اقتراب جولة جديدة من العقوبات الأمريكية تستهدف مبيعات طهران النفطية نوفمبر المقبل في ظل وضع اقتصادي مزرن يعيشه الداخل الإيراني وتشجع الولايات المتحدة منتجين نفط الآخرين مثل السعودية وسائر أعضاء أوبيك وروسيا على ضخ المزيد لتعويض أي نقص الأمر الذي لقي معارضة شديدة من قبل طهران إلا أن الخارجية الأمريكية أوضحت دراستها هذا الشهر لإعفاءات قد تمنح لمشترين نفط الإيراني مثل الهند لكن سيكون على مثل هؤلاء وقف الواردات في نهاية المطف وفي إطار ذلك قال المتحدث باسم وزارة النفط الإيراني أن وزير النفط الإيراني بيجنزانجنا لن يحضر اجتماع أوبيك والمنتجين المستقلين المقرر عقده في الجزائر هذا الشهر حيث سبق أن أعلن الوزير عن حضوره للاجتماع الذي من المقرر أن يناقش إنتاج المنظمة من النفط في حين أوضح مصدر لدى أوبيك بأن إيران ستشارك اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة بين أوبيك والمستقلين المقرر عقده يوم الأحد المقبل لكن سيمثل إيران محافظها في المنظمة كاذمبور أردبيلي